اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الاعلى نايب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مكانة كبيرة لدى البحرين قيادة وشعبا ودورا محوريا على صعيد دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشكل مواقفها على مختلف الصعود مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية مشيدا سموه بما تشهده علاقات البلدين الشقيقين من الزهار المستمر يسر بهما نحو مستقبل اكثر تطورا ونماء في ظل الرعاية والاهتمام الذي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى واخيه صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله والتي عكستها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا ووقوف دولة الامارات المشرف تجاه البحرين وشعبها عبر مختلف المراحل مستذكرا في هذا الصدد دور الفقيد الراحل الشيخ زايد بن سلطان الانهيان رحمه الله في مد جسور التواصل والتأخي بين البلدين الشقيقين وتأسيسه لقاعدة صلبة من التعاون الثنائي التي وصلت اليوم إلى مراحل متميزة يتوصل البناء عليها كما امتد هذا الدور المميز للفقيد الراحل إلى ترسيخ أسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الأشقاء قادة دول المجلس وقال صاحب السمو الملكي أن ما بدله القادة مؤسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم في بلوغها هذه المرحلة المتطورة من الحضور البارز في المجتمع الدولي الذي يولي قادة المجلس العمل على تعزيز موقعه إذا أن قوة البيت الخليجي الواحد وصلابة أسسه رمانة لتواصل التقدم والنماء في دوله على المستوى الداخلي وتدعيم لتكامل المواقف الخليجية الموحدة تجاه كافة التحديات خاصة ما يتصل بدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وهو ما يمثل النجاح الكبير للدبلوماسية الدولية الخليجية ونهجها في خدمة قضايا التنمية والسلام جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي التي تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وبصفة خاصة القضايا المتصلة بأمن واستقرار دول الخليج العربية حيث حضر الجلسة من الجانب الإماراتي الفريق اسمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأكبار المسؤولين فيما حضرها من الجانب البحريني اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اسمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وفي بداية الجلسة رحب صاحب السمو ولي العهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدا سموه بما يجمع الإمارات والبحرين من علاقات متميزة على كافة الأصعدة وبعمق العمل المشرك الذي يجمعهما واشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألن هيام بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمملكة البحرين الشقيقة مؤكدا سموه بأن أمن دول الخليج العربية كل لا يتجزى وأن أمن دولة الإمارات هو من أمن والاستقرار مملكة البحرين وأشار سموه إلى أننا نمضي في مسيرة تنمية والزهار مشتركة تجمع دول الخليج وشعوبها وتقدم بل تقدم نموذج نجابيا مضيئا في منطقة تعاني ما تعانيه من الفوضى والعنف هذا وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأنه على قناعة تامة أن كافة المخططات الخارجية التي تسهدف البحرين حكومة وشعبا ستفشل فشلا دريعا بفضل وعي ويقضة أهلنا في البحرين وقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتضامن الخليجي الذي يدرك أن المصير الواحد تحميه إرادة مشتركة أمام طمع الطامعين وعابة العابثين من جنبه أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من رؤى تنموية عملت عليها وأنجازات حققتها استطاعت بها أن تتبوأ سمعة نقليمية ودولية عززت من مكانة المنطقة الاقتصادية وإمكاناتها على مختلف القطاعات وعكست أيضا نهج الإمارات نحو الوصول لأهدافها التنموية الشاملة التي تلتقي مع التوجهات التي تعمل من أجلها البحرين ودول المجلس باعتبار نجاح أي تجربة تنموية هو نجاح معزز ويصب في مصلحة دول المجلس وقد قام سموه والوفد المرافق بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العالى للقوات المسلحة في مجلس سموه بقصر البحر حيث أكد سموه على قيم التماسك والترابط التي تميز المجتمع الخليجي والتواصل بين أبنائه كموروث راسخ يتناقله الأجيال في مجتمعاتنا وهو ما جنب الشعوب الخليجية كل الفتن التي أرادت أن نيل من تماسكه ووحدته وزعزعت إيمانه القوي بقيم الولاء للوطن والقيادة حضر المجلس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعالى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وعدد من الشيوخ وأكبار المسؤولين والمواطنين وقد عبر صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي عن ترحيبه بسمو ولي العهد في مجلس قصر البحر مؤكدا على ما تجسده هذه الزيارة من تقارب وترابط بين البلدين الشقيقين وتواصلهم المستمر على مختلف المستويات وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن سعادته بلقاء أخيه سمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو والمعالي الشيوخ والمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأشار سموه إلى حرصه على هذه اللقاءات الطيبة التي تمثل جانبا هاما من التواصل مع الدولة الشقيقة قيادة وشعبا خاصة وأن مجلس التعاون الخليجي سيجا متماسكا بروابط الأخوة والقربة ونوه سموه بأن هذه المجالس التي نحرص على استقبال المواطنين من كافة فئات المجتمع هي من صلب عاداتنا وتقاليدنا التي نتوارثها أبا عن جد لما لها من أهمية كبيرة في التعرف عن قرب على احتياجات المواطنين وتشكل أيضا علامة بارزة للأسر الخليجية على مختلف فئاتها وهي موضع فخر واعتزاز في هذه المجتمعات تمثل مظهرا حضاريا يشهد له الكثير من زوار المنطقة وتجاوزت هذه المجالس دورها الاجتماعي لتكون منتديات للفكر والثقافة ومنطلق للكثير من الحوارات الجادة التي تمس العديد من جوانب التنمية وغيرها من الموضوعات التي تهم المجتمع وأثناء سموه في هذا الصدد باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدالنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعقد هذا المجلس الإسبوعي للتواصل مع المواطنين وغيره من المجالس التي تؤقد فيها الندوات والمحاضرات العلمية والفكرية والثقافية مؤكدا سموه صداها الطيب في رفض الثقافة وتبادل الأراء والأفكار في مختلف الميادين وأبلغ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أخيه صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بنقل تحيات جلالة الملك المفدى لأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنيات جلالته للإمارات قيادة وشعبا كل التقدم والإسهار ترجمة نانسي قنقر